هنكمل باية الشرح بتاع وخلينا نقول ان احنا الجزء ده الجزء بتاع الشرح ده مهم جدا لان هو اللي مبنى عليه اصلا فكرة الهيت انجين انه عندك وقالد ريزفوار وبينهم السيستم السيستم في الحالة دي اللي احنا قلنا عليها الهيت انجين لان ما هي الابليكيشن للهيت ايه انجين طيب هنرسل بقى المره دي البي في دايجرام البي في بتاعتنا هنا تمام اول حاجة عندنا هي زي ما قلنا يعني درجة الحرارة سابتة تمام كده يعني تمدد يعني الحجم بيزيد فاحنا هنتنقل الحجم هيزيد يعني احنا هنمشي كده صح ده معناه ان في او الحجم بيزيد بس احنا عندنا علشان السيستم تمام فالخط مش بيكون مستقيم كده الخط بيكون كرف كده لان مع زيادة الحجم لما الحجم بيزيد بيتناسب عكسي مع الحجم فمع زيادة الحجم بيزيده فالضغط بيقل فبالتالي المفروض النقطة واحد ودي دي نقطة اتنين الضغط عنده نقطة اتنين يبقى اقل من كده يبقى عندي هنا كده مسلا لان الحجم ايه زاد فالحجم زاد فالضغط يقل فالمفروض الكرف يبقى بالمنزر ايه الفوشي اللي انا رسمته ده فدي اول نقطة عندنا لما نجي نرسم ادل بي في دياجرام وايزو سيرمل لو النقطة دي ايه اللي هي ايزو تيرمل اكسبانشن فاحنا حصل عندنا ايزو تيرمل اكسبانشن ووصلنا للنقطة ايه بي وقلنا ان الكرف ينزل عندنا لان احنا قلنا ان الحجم عند بي اكبر من الحجم عند ايه واحنا عندنا الضغط بيتناسب عكس مع الحجم فبالتالي المفروض الضغط عند بي يكون اقل من الضغط عند ايه وهو دي كيس فعلا الضغط عند بي اهو اقل من الضغط عند ايه عند ايه تمام كده طيب نرجع تاني الكرف بتاعنا الاولين الاديم ده دي اول نقطة فاحنا كده عرفنا نرسم اول نقطة اللي هي هنشيل بقى كل اللي ملوش لازمة ده ماشي فوصلنا من واحد لنقطة اتنين عندي من اتنين لتلاتة السيستم عبارة عن ايه من اتنين لتلاتة سيستم ادياباتك وحصل في اكسبانشن برضو يعني في زيادة في الحجم الزيادة في الحجم هيبقى ماشي كده مش كرفت اوي كده احنا للمفروض الكرفات دي ندرسها في السيرمو دايناميكس هيبقى من اتنين لتلاتة كده طبعا حصل اكسبانشن بس مش اكسبانشن بنفس الايه الكمية تمام فبالتالي الكرف بتاعنا هيبقى ايه كده من اتنين لتلاتة فده ايزو سيرمن واكسبانشن وده ادياباتك واكسبانشن طيب الايزو سيرمن قلنا ان فيه كيو ان دخلة الحتة دي كده اللي هي كيو ان دي فهنيجي على الكرف هنا ونيجي قالين ان فيه عندنا كيو دخلة طيام كده هنا فيه كيو من اتنين لتلاتة لا لانه ادياباتك ما فيش كيو تمام التغير بيبقى في درجة الحرارة بعد كده وصلنا هنا للمكسيموم هنرجع تاني نعمل ان الحجم بيقل تمام كده فالضغط بيزيد فهنبتدي نطلع لفوق كده علشان الضغط عندنا بيزيد والحجم عندنا ماشيين لورة فالحجم عندنا بيقل لحد ده ما نوصل لنقطة رقم اربعة اللي حصل ده هو نفس ده ليه لان ده ايزو سيرمن برضو فبالتالي بيتناسب مع الحجم عكسي ايزو سيرمن ايات تمام كده طيب والحاجة التانية ان في كيو طلع من هنا كيو اوت ده ايه الحتة دي خلينا نشاور عليها الكيو اوت الجزء ده اللي انا هعلم عليه دلوقتي باللون الاصفر في كيو اوت طلع من عندي اللي هي الحتة دي فالفرق ما بين الكيو ان والكيو اوت هو اللي احنا بنبزله في الهيت ايه في الهيت انجين فلو عندك المنزر انت عندك اهو تمام ودخل عليه كيو هاي وطلع كيو لو فالفرق ما بينهم هو اللي هيبقى جوه الكيرف من هنا بعد كده احنا نستشغلين في هنرجع بقى للنقطة الاوانية من اربعة لواحد هتبقى برضو اديابتك وكمبريشن تمام كده? طيب يبقى ده الكيرف بتاعنا نرسمه بقى فان نضيف في النقطة دي في الشكل هنا كده ادي واحد وبعدين رحنا حصل برضو وبعدين حصل نقطة رقم دي وبعدين راجعنا ايه في هنا كيو ان وهنا في كيو اول وده مهم جدا بقى ان اللي انت بتشتغله هو الحتة اللي من جوه كده تمام كده? فدي عادة كان بنحسبها بالانتجريشن. طيب احنا عندنا هنا كيو ان وكيو اول ده اللي احنا محتاجين نعرفه. الحاجة اللي المهمة برضو ان الكيرف اللي فوق ده عند تي هاي درجة الحرارة الهاي وان الكيرف اللي تحت ده عند درجة الحرارة اللو. ومحتاجين برضو نعرف ان الحاج بيزيد فاحنا هنا بيحصل عندنا صح كده? ونتيجة ده احنا عندنا الحجم زياد فالضخل بيميلو بيقل. ونتيجة بيحصل ايه? ان زات نفسها بتقل. فبنتنقل من للتي لو. لحد ده ما نوصل للكمبريشن. فبنيجي نتنقل. السبب بقى في ان درجة الحرارة بترجعتها النقطة الاصلية? ان بيحصل كومبريشن. اديابات كومبريشن بينقلنا من تي لو للتي هاي. خلينا فاهمين الحتة ان الايزوثيرمال كومبريشن ما بيغيرش بدرجة الايه? الحرارة. لان ايزوثيرمال فدرجة الحرارة عندنا ايه? ده الكيرف الاولاني بتاع البي في وده من الاسئلة اللي بتكيلك درو كارنوت سايكل بي في دياجرام. يعني ممكن ما اسألكش اصلا عن السايكل كلها. بيقول لك ارسم الايه? البي في دياجرام. فمعناها ان انت فاهم. ادي اول واحدة ايزوثيرمال كلهم طبعا ريفيرسبل. تمام كده? رقم واحد ايزوثيرمال اكسبانشن رقم اتنين ادياباتك اكسبانشن رقم تلاتة ايزوثيرمال كومبريشن رقم اربعة ادياباتك كومبريشن. طيب. ندخل بقى على الكيرف التاني هو مش مشهور قوي بس مهم ان هو بيوضح لك معلومة. هو بس احنا آآ الانتروبي عندنا هي اللي على الاكس اكسس. التي اس دياجرام. تمام كده? احنا عندنا اول واحدة ايزوثيرمال. يعني التي بتساوي فدرجة الحرارة بتكون ايه? سبتة. فده لو نقطة رقم واحد فاحنا عندها درجة الحرارة هتبقى سبتة لحد اما نوصل للنقطة رقم اتنين. تمام كده? بعد كده ادياباتك. في في الاتنين ضمن ده عندنا صح كده? الادياباتك يعني بتساوي ايه? بتساوي صفر. طب ما احنا عارفين ان الدلتا اس بتساوي دلتا كيو على دلتا تي. فبتساوي صفر على دلتا تي اللي هي بتساوي ايه? بتساوي صفر. فالدلتا اس بتساوي صفر. مفيش تغير. معناها ان الاس عندنا بتساوي ايه? كويمة سبتة. معناها كويمة سبتة يعني مش هتتغير. فهنلاقي عندنا ان الكيرف نزل مستقيم كده للنقطة رقم تلاتة. يبقى دي النقطة دي ايزو تيرمال اكسبانشن. ده ادياباتك اكسبانشن. بعد كده نرسم الكمبريشن عند اول واحد ايزو تيرمال كومبريشن. هنبتدي ندخل في الكمبريشن. الاولاني ايزو تيرمال. درجة الحرارة بتساوي ثابت. فبالتالي الخطة هيبقى افك كده. ده الايزو تيرمال كومبريشن. طيب بعد كده هيحصل ايزو تيرمال اه ادياباتك ايه? كومبريشن. فبالتالي الدلتا كيو برضو بتساوي صفر. فالدلتا اس بتساوي صفر. فهنوصف الاخر ان الاس بتساوي ايه? بتساوي مقدار سابت. فبالتالي الاس هتبقى مقدار سابت جدا. فدي النقطة رقم اربعة عندنا. يبقى من اربعة الواحد حصل ايه? حصل ادياباتك كومبريشن. الكرفي ده مهم في ان انت انك تصور ان دي اس دي جرام عبارة عن الشكل بتاع المستطيل ده. تمام? والقرية اللي جوه دي برضو بتعبر عن ايه? ان احنا عندنا فيه هنا دخلة وهنا برضو فبالتالي اللي هكمة بينهم هي الايه? اللي بيكون ضن عندك. طيب اخر حاجة عندنا احنا قلنا ان سايكل بتدينا طب انا بحسب بقى بتاعت ازاي? خلينا نبص على الهيت انجن بتاعنا ادي الهيت انجن. قلنا ان الهيت انجن ده دخله كيو هاي. صح كده? درجة عند حرارة عالي. وطالع منه كيو لو. عند درجة حرارة قليلة. وبيبزل هو ايه? بيبزل هو شغل? في ورك هاني. تمام كده? طيب. فاحنا عندنا الكفاءة ده الرمز بتاعها. تمام? الكفاءة بتاعت اي حاجة في الدنيا هي الاود اللي انت بتاخده منها على الان اللي انت بتدخل هنا. يعني من الاخر انت بتديني قد ايه? من اللي انت بتاخده. طيب ايه الاود عندنا في الحالة دي? الاود اللي هي الانرجي اود اللي عندنا هو الورك. done. باي. الهيت انج. صحي كده? طيب ايه الان اللي هي بتاخده? اللي هي الكيو هاي. او الكيو هنسميها الهيت او الكيو. اللي بتمتص باي الهيت انج. فده الان وده الاود بتاعنا. طيب اللي هو الو مقسوم على الكيو اللي هو اللي هو الاي? الهاي? اللي بيمتصوا اللي داخلهم اللي هو الكيو هاي. طيب ما الورك بتاعنا عبارة عن ايه? عبارة عن الكيو هاي. نايس الكيو له. صح كده? مش ده داخل والاتنين دول طالعين? فاحنا كده عندنا عبارة عن الKm low على الKm high. دي هي الكفاءة بتاعت طبعا بندربها في الايه? في المين? طيب يبقى الكفاءة بتاعة اللي هي اللو قالت برضو احسب بتاعة الهيت انجن الاتنين هنروح نشوف الكيو هاي مينس الكيو لو ونقسمها على الكيو هاي وطبعا عشان دي كفاءة فبنضرب في الايه في المية تمام كده? طيب بيقولك بقى ان احنا لو عملنا تبسيط للمعاجلة دي فهي اولا واخرا انك بتدخل تي هاي وتطرح منها التي لو على التي هاي دي في حالة لو احنا تنتكلم في الايديال كيسيز اللي هو الموضوع ريفيرسابل بقى ونتكلم عن كارنوت اه اسمشن تمام كده لكن في العادي لما نجي نحسب الكافية نستخدم القانون ايه القانون ده احنا كده خلصنا كارنوت ساكل ده الجزء التاني منها اه وشكرا لكم